موسيقى مساء الخير السابع مساء دخلت البلاد مجددا مرحلة الحج الصحي المشدد لمدة أربعة أيام بعدما سجلت الإصابات بالكورونا في الأيام الأخيرة أو سجلت أرقاما صادمة كما قال وزير الصحة الذي حذر من خطر الانزلاق إلى التفشي المجتمعي الوبائي العام وفي الحصيل اليوم تسجيل ثماني إصابات جديدة ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 878 وفي الاقتصاد الأنظار إلى ما ستقول إليه المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي التي أنجزت اليوم مرحلتها الأولى عن طريق الفيديو كونفرانس ويديرها عن الجانب اللبناني الوزير غازي وزني الذي أعرب عن ارتياحه لأجواء المناقشات في وقت دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان لإشراك جميع المعنيين لسيما الشعب اللبناني في المشاورات حول محتويات خطة الحكومة وفيما العين على خط المعابر غير الشرعية حيث قدرت المبالغ التي يستنزفها التهريب بما يزيد على العشرين مليار دولار قرر المجلس الأعلى للدفاع إنشاء مراكز جديدة على الحدود لمكافحة التهريب وتكسيف المراقبة وتشديد العقوبات مشاهدين قبل متابعة النشرة ننتقل إلى آذان المغرب نتابع نشاتنا إذن ملف التهريب حضر على طاولة مجلس الدفاع الأعلى ولفت ما أعلنه وزير الداخلية أن الطلب على القمح والمزوط أكثر من حاجة السوق الاستهلاكية ما يعني أن الكميات الإضافية إما تخزن لاستعمالها لاحقا أو ترمى في البحر أو تهرب إلى الخارج فيما أعلن السيد حسن نصر الله أن معالجة التهريب الحدودي لا يتم إلا بالتعاون بين لبنان وسوريا قضائيا وعلى خط ملف لفيول المكشوش الجزائر تدخل على خط التحقيق إذ أعلن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن بلاده كدولة غير متورطة ربما أفراد والعدالة ستأخذ مجراها فيما ادعت القاضية غدعون على 13 شخصا بينهم كمال حيك وحليس ملف آخر إلى الواجهة الأملاك البحرية إذ باشرت مفارز الشواطئ وبإشارة من المحام العام التمييزي باستدعاء أصحاب المخالفات البحرية على أن يبدأ إقفال كل المشاريع المخالفة خلال أسبوع بعد انتهاء عطلة التعبئة العامة البداية من التعبئة العامة كيف هي الحال على طرقات مع بدء سريانها التفاصيل مباشرة مع الزميل وسيم عرابي الذي ينضم إلينا من شارع الحمراء في بيروت مساء الخير وسيم كيف هو المشهد عندك في شارع الحمرة خصوصا أن الشوارع شاهدت اليوم ازدحاما غير مسبوق في زمن الكورونا نعم بداية من ندى مساء الخير لكل المشاهدين مثل ما ذكرت بالمؤدمة بأن التعبئة العامة أو إذا بدنا نقول الإغلاق الكامل الذي قررته الحكومة بالأمس دخل حيز التنفيذ منذ قليل ويعني نحن الآن نقف في شارع الحمراء هذا الشارع الذي عادة ما يكون مقتضا بالمواطنين والسيارات نجده الآن يعني المحال أقفلت المحال التجارية أقفلت كل ما يوجد في هذا الشارع الحيوي أقفل السير توقف عدا عن بعض السيارات أو بعض يعني المرة الذين نشاهدهم هنا في الشارع كما الإقفال العام وأعلان حالة الأغلاق بشكل كامل ما زلنا نلاحظ نشاهد بعض المواطنين يسيرون على طرقات عبر الدرجات النرية أو في السيارات علما أنه شاهدنا أيضا منذ قليل في هذا الشارع كان هناك دورية لقوى الأمن وعندما بدأنا جولتنا في بعض شبارع هذه مدينة بيروت شاهدنا أن القوى الأمنية تقوم بتصطير محاضر ضبط لبعض المخالفين لإجراءات التعبية العامة خصوصا لناحية هذه مثلا ندى ما كنت أقوله أن بعض درجات نرية السيارات يعني الحركة لم تتوقف كل يام في وقت يفترض أن يكون البلد مغلق بشكل تام خاصة وأن أيضا نحن في وقت إفتار كانت القوى الأمنية تقول أن القوى الأمنية كانت تستطر محاضر ضبط بحق المخالفين خصوصا بحق من يخالف قوانين الأرقام المزدوجة والمفردة بشأن السيارات أشير ندى إلى أن الإجراءات التعبية العامة مستمرة لمدة أربعة أيام منذ هذه اللحظات وحتى فجر يوم الثنين الساعة الخامسة فجر الثنين ولابد من التزام المواطنين وأنه قابلنا بعض المواطنين الذين أشاروا إلى أن لا التزام لدى الكثير من الناس ولابد من اتخاذ بعض الإجراءات الوقاية تجنبا لانتشار هذه العدوى الانتشار المجتمعي في لبنان إذن هذا شارع الحمرة هنا بشكل عام أو يمكن القول أنه أغلق بشكل كامل وفق ما نشاهد في الصورة أو أمامنا أولا نشير ندى إلى أن عضل الإصابات في لبنان ارتفع إلى 878 مصابا 120 مصاب منهم من الوافدين الذين أتوا على متن الرحلات الإجراء التي نفذتها أو قامت بها شركة تيران شرق الأوسط إلى لبنان 120 مصاب طبعا كان هناك بعض الشوائب في هذا الموضوع والأمر الذي أدى إلى انتشار الوباء أو ارتفاع المصابين في الأيام الماضية وهذا ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار التعبئة العامة أو الإغلاق الكامل في البلاد على مدة أربعة أيام إذن 178 مصاب 120 من الوافدين وإجراءات التعبئة مستمرة هناك قرار لوزيرة الداخلية ووزارة الداخلية بشأن سير المركبات الألية يعني هناك القرار التعبئة العامة والإغلاق العام يستسنى منه القطاعات الصحية الاستشفائية الغزائية الزراعية الصناعية الصليب الأحمر يعني كل وسائل الإعلام كل المستشفيات الكادر الطبي يعني كل الموظفين الذين يطعطون في هذه القطاعات الحيوية وهناك طبعا تجديد على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات أو تطبيق محاضر أو تصير محاضر ضبط بحق المخالفين هذه الصورة إذن ندى هنا في شارع الحمراء وبشكل عام بالنسبة لموضوع الإجراءات العامة وأود نشير إلى أنه تم ترأى تعديل على موضوع التوصيل المنزلي الخدمة التوصيل المنزلي إذ يلتزم المطاعم يعني بتوقيت العمل التي حددت له مع الالتزام بموضوع توصيل الطعام والدليفري إلى المنازل شكرا وسيم عرابي كنت معنا من شارع الحمراء وقبل دخول قرار الإقفال حيز التنفيذ شهدت الشوارع زحمة جنونية في زمن الكورونا بين بدء العد العكسي لسريان قرار التعبئات العامة والإقفال الذي أقره مجلس الوزراء وبين سعي اللبناني لقضاء حوائجه التفلط الجنوني اليوم في لبنان كان سيد المشهد وفي الصورة زحمة سير خانقة على معظم طرقات العاصمة وبداخلها هي الأكبر منذ بدء انتشار فيروس كورونا في لبنان تجمعات بأعداد كبيرة أمام المصارف من دون اتباع أدنى معايير التباعد الاجتماعي والحماية من العدوى وفي ظل كل هذا التسيب وعدم الوعي يبقى السؤال هل سنتمكن من الانتصار على جائحة كوفيد-19 رغم قلة المسئولية وهل من إجراءات وتدابير رادعة حازمة لمعاقبة المخالفين المتهورين الذين يعرضون الأمن الصحي المجتمعي للخطر ملف التهريب على طاولة مجلس الدفاع الأعلى الذي قرر تكسيف المراقبة والتشديد العقوبات وضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية قرر المجلس الأعلى للدفاع في جلسة عاقدها في قصر بعبد برئاسة رئيس الجمهورية لماد ميشيل عون تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء وبذل كافة الجهود بالتنصيق ما بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود منعا لتهريب البضائع والمواد وإقفال جميع المعابر غير الشرعية كما قرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية وكان الرئيس عون قد التقى قبل اجتماع المجلس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وعرض معه آخر التطورات على الساحة المحلية على الصعود الصحية والاقتصادية والأمنية وموضوع ضبط الحدود والمعابر الرئيس عون دعا لعدم التهاون في مسألة التهريب لخطورتها على المالية العامة ولتحديد كميات المواد المستهلكة على الصعيد الوطني كوسيلة داعمة لضبط تهريب المواد والبضائع الرئيس الدكتور عرض للانعكاسات المالية والاقتصادية للتهريب على مداخل الخزينة والمعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية وبعد أن عرض قائد الجيش الواقع الميداني للحدود البرية لاسيما وضعية المعابر غير الشرعية من النواحي كافة تداول الوزراء المختصون وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء وفقا للقوانين المرعية للإجراء وبزل كافة الجهود اللازمة بالتنسيق ما بين الأجهزة المعنية لضبط الحدود منعا لتهريب البضائع والمواد وأقفال جميع المعابر غير الشرعية الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أكد أننا بحاجة لإعادة ترتيب العلاقات مع سوريا خصوصا أن لبنان أمام أزمة اقتصادية وقال إن قناعتنا في صندوق النقد الدولي معروفة لكننا لا نريد تعقيد الأمور على الحكومة في ظل هذه الأزمة وعن ملف التهريب أكد نصر الله أنه إذا انتشر الجيش اللبناني على كل الحدود السورية فهو لا يمكن وحده أن يمنع التهريب لأن الحدود متداخلة والأمر معقد والحل يكون في التعاون السنائي بين الحكومتين اللبنانية والسورية والجيشين اللبناني والسوري إذا كانت الحكومة اللبنانية تفكر كيف تطرق أبواب العالم للحصول على المساعدات كيف تذهب إلى صندوق النقد الدولي كيف وكيف وكيف طيب ما فيه طريق واضح وعقلائي إنسان لما بيصير بلده في خطر الانهيار الاقتصادي وفي خطر المجاعة في كثير من الضوابط ممكن يقبل أنه يناقش فيها أو يعيد النظر فيها طيب نحن مثلا على سبيل ممكن حدا يقول طيب أنتوا مش هيك لا نحن هيك نحن إذا بتيجي لأناعاتنا في موضوع صندوق النقد الدولي أناعاتنا حكيوا فيها إخواننا لكن نعم نحن ما بدنا نعقد الأمور على الحكومة اللبنانية وعلى البلد ما بدنا نعقد قلنا خلنا نشوف خلنا نتفاوض خل الحكومة تفاوض خلنا نشوف الشروط طيب اليوم نتيجة عدوات سياسية نتيجة رهانات سياسية خاسرة وخاطئة نتيجة أوهام سياسية عند عدد من القيادات السياسية اللبنانية أو القوى السياسية اللبنانية لا يجوز أن يستمر هذا الوضع القائم ترتيب الوضع مع سوريا يمكن أن يفتح أبوابا مهمة جدا للاقتصاد اللبناني وللمعالجة الاقتصادية للبنان بالحكومة السابقة كان دائما حديث عن إحراجات المناخ الشعبي المناخ السياسي المناخ الاقليمي طيب اليوم البلد إذا بده يضل راعي بعض المناخات هو رايح على انهياء رايح على السقوط رايح على الجوع رايح على أنه أغلبية ساحقة من الشعب اللبناني تسير تحت خط الفقر أحد أشكال المعالجة العقلائية المنطقية غير الوهمية هو ترتيب العلاقة مع سوريا لنفتح الحدود نفتح المعابر نصدر إنتاجنا الزراعي والصناعي وبالتالي نحيي قطاعاتنا الإنتاجية نتعاون على وقف التهريب على ضبط الأمور وسوريا جاهزة لهذا نعرف أن سوريا جاهزة بدرجة كبيرة جدا وعالية جدا التأخير التعطيل التأجيل المماطلة هي لبنانية ويجب أن يخرج لبنان من هذا الأمر بشكل واضح الشعب اللبناني يجب أن يعرف أيضا أن هذا أحد أساليب النجاة من الوضع القائم التي يمكن أن تحقق نتائج قريبة وسريعة ليس أنه خطة طويلة الأمد عبر الفيديو باشرت الحكومة اللبنانية مفاوضات سرية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة هذه المحادثات يديرها وزير المال غازي وزني وهي تأتي بعد المناقشات التمهدية التي أجرها يوم الإثنين مع ممثلين عن الصندوق ويشارك في المحادثات فريق من وزارة المال ومصرف لبنان في حضور ممثلين عن مكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء تجدر الإشارة إلى أنه يتم تنظيم هذه المحادثات عن طريق مؤتمرات الفيديو وقد أوضح وزني أن الحكومة وصندوق النقد الدولي قد أنجز المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح معربا عن ارتياحه لأجواء هذه المناقشات متوقعا أن تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ومع انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وزيرة الإعلام منال عبدالصمد أكدت أن نجاح الحكومة يكمن في تطبيق الإصلاحات المطلوبة وهذا لن يتم من دون الحصول على دعم القوى السياسية بدأت المفاوضات الرسمية لطلب مساعدة لبنان في مواجهة الأزمة المالية الحادة والتحدي أمام نجاح الحكومة يكمن في تطبيق الإصلاحات المطلوبة وهذا لن يتم من دون الحصول على دعم القوى السياسية لهذه العملية وزيرة الإعلام منال عبدالصمد أكدت في حديث لتلفزيون لبنان أن الجميع متفق على حماية أموال المدعين والمواضيع الخلافية بين الفرقاء السياسيين موضع بحث وتداول إلى أي مدى تعاولون كحكومة على هذه المفاوضات خصوصا أن اليوم هناك بعض الشروط التي تتطلب إجماع بين الفرقاء يعني إلى أي مدى سيكون هناك إجماع بالسياسة بين الفرقاء على بعض الملفات التي هي اليوم ملفات خلافية تعتبر نحن بداية متفقين كلاياتنا أننا بدنا الإصلاح نحن بدنا خطة تقدر تفيد الوطن وتنهض بالاقتصاد وبالاجتماع هيدا الشيء كلاياته بتوافق مع مطالب صندوق النقد الدولي مش نيك منعتبر أنه هيدا الخطة هي جاءت ببعض الأفكار وبعض الحلول وبعض الإصلاحات يلي هي بتتماشى مع ما طلبوا صندوق النقد بالنسبة للأمور الخلافية هي موضع بحث وتداول ولكن كلنا متفقين أن حماية الموضعين هي أساس وهي أولوية عند الجميع لأنه يمكن أنا أي وديعة بدأ أخذها هلأ أخسر مقبيلة مئات الوديع بالمستقبل وهيدا الشيء أكيد مشين وما منقبل فيه وفي بعض الأمور يلي هي بحاجة لبعض التعديلات ونحن دايما منقول أنه الخطة بطبيعتها هي قابلة للتعديل لأنه هي خارج الطريق ولكنها ليست القرار النهائي هي قابلة لأيضا لأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط يلي ممكن أنه اتحسنت فيها وممكن أنه أكيد توصلنا لنقاط مشتركة كلنا من اتفق عليها ما فينا نقول أنه دائما نحن الكل بيتفقوا على كل شيء ولكن مثل ما أنه الأساس أنه يكون التروحات الموضوعة هي بتوصل لأصلاح بتوصل لبلد مثالي وزيرة الإعلام شددت على ضرورة النهوض بمؤسسات الدولة مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان أعلنت أنها أخذت علما بتبني الحكومة اللبنانية بالإجماع لخطة التعافي المالية كإطار بناء للإصلاحات المستقبلية كما وقرارها بطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح وأشارت المجموعة إلى أنها تشجع على إشراك جميع المعنيين لا سيما الشعب اللبناني في المشاورات حول محتويات الخطة وسبل الإصراع في تطبيقها كذلك تشجع كل من الحكومة والبرلماء على العمل سويا لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين استجابة لمطالب المواطنين اللبنانيين الأمناك البحرية إلى الواجهة فقد باشرت مفارز الشواطئ التابعة لسرية الشواطئ في قوى الأمن الداخلي على كل الشواطئ اللبنانية وبإشارة من المحام العام التمييزي القاضي غسان الخوري باستدعاء أصحاب المخالفات البحرية على يبدأ إقفال كل المشاريع المخالفة خلال أسبوع بعد انتهاء عطلة التعبئة العامة ماذا سيحمل هذا الملف؟ أمناك البحرية قد لا ترحم أحدا إذا كشفت على مصراعيها سوى القليل من النافذين خصوصا أننا سنكون أمام فضيحة ثانية مدوية بعد فضيحة الفيول المخشوش بعض الأمناك البحرية التي سيطرت عليها جهات سياسية تعود إلى حقبة الحرب اللبنانية واستمرت بعد التسعين بنفس التغطية السياسية الواضحة وعلى امتداد الشاطئ اللبناني وتتركز بشكل كبير بين الهر شمالا وساحل المتن الجنوبي وبحسب المعلومات المتوافرة فإن القرار قد اتخذ للقيام بالإجراءات اللازمة فيما خص المخالفات الحاصلة قبل العام 94 أي في فترة التغطيات السياسية ومصادرة المساحات الكبيرة من الأملاك البحرية على الشاطئ اللبناني ومنع اللبنانيين من ارتياد الشاطئ والذي هو حق طبيعي لهم وتضيف المعلومات التي حصلنا عليها أنه في حال تم تحصيل أموال المخالفات فإن مليارات الدولارات ستدخل الخزينة اللبنانية وهي حتما من أموال الناس المنهوبة ولكن السؤال هنا أين خطة وزارة الأشغال لمرحلة استرداد الحقوق وأين القرار الحكومي الواضح في هذا الشأن والسؤال الأكبر والأهم هل ستسمح المحميات السياسية من القيام بما يلزم وإعادة الحقوق إلى أصحابها وتضيف المعلومات أيضا أن معظم المؤسسات البحرية التي لم تسدد ما يترجب عليها أو لم تسوي وضعها يملكها سياسيون ونافذون فهل نحن أمام واقع جديد ومكافحة حقيقية للفساد وتحديد الأملاك البحرية وإعادتها إلى الناس أو سيعاد تشريع التعديات مقابل مبالغ قليلة ستدخل إلى الجيوب المنتفخة وفي ملف الفيول المغشوش الجزائر تدخل على خط التحقيق والقاضيعون تدعي على 13 شخصا بينهم مدراء مع مرور الوقت يتشعب بلف المزوت المغشوش خصوصا أن كل يوم تتكشف حقائق جديدة في هذه القضية خصوصا أن معظم الأسماء التي خرجت إلى العلن في الساعات الماضية هي أسماء تحظى بتغطيات سياسية وبالتالي أصبح القضاء اللبناني محاصر بشكل كامل بالسياسة وتشعباتها اللبنانية فهل سيخرج القضاء اللبناني منتصرا ولو لمرة واحدة؟ جديد المعلومات في القضية أن الرشاة المدفوعة في هذا الملف باتت تقدر بالمليارات وهي شكلت صدمة للمحققين خصوصا أنها تمتد لعشرات السنين وتقول المعلومات الجديدة المتوافرة بأن هناك نوعين من الفيول التي كانت تصل إلى لبنان الأول مطابقة لمواصفات قليلة وضعتها الأيزو والثانية أقل جودة وتستخدم لتشغيل المعملين الحراريين في الزو والجي ولكن عندما كانت تحصل إشكالات بين المسؤولين المدع عليهم في القضية كانت هذه الإشكالات على خلفية الرشاة والكوميسيون وليس على خلفية الاتفاق أو عدم الاتفاق على المعايير العلمية وبالتالي أطاح الجميع بصحة المواطن لسيما في الزوق والجي ومن من لا يتذكر الغيوم السوداء فوق هذه المنطقتين في كل مرة يعاد تشغيل المعامل والجديد الجديد أيضا فقد أعلن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن قضية تورد سونتراك في تمويل صفقة تجارية مع لبنان مشكل لبناني بالدرجة الأولى وبالتالي تشير المعلومات أن القضية خرجت من الإطار اللبناني ولم تعد ضمن الدائرة المحلية اللبنانية وما لن يفضحه القضاء اللبناني ربما مع التركيز على عبارة ربما سيفضحه حتما القضاء الجزائري لأن مصداقيته على المحك ومصداقية الحكومة الجزائرية اليوم في الواجهة أيضا فماذا سيتكشف في الملف في الأيام المقبلة وفي المجريات اليومية أيضا فقد ادعت النائب العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادعون على 12 شخصا ومن بينهم مدير عام كهرباء لبنان كمال حيك بجرم التقصير الوظيفي وعلى مدير عام منشآت النفط ساركيس حليس ومدير عام النفط أرورلف غالي بجرم تقاضي رشا وتقصير وظيفي كما ودعت أيضا على شركة زاد آر أنرجي وذلك بعد كشف معلومات جديدة من خلال تفريغ هواتف الموقفين في ملف لفيول المخشوش النائب زياد حوات أكد أن السلطة القضائية مطالبة بالحزم واتخاذ قرارات جريئة بموضوع التهريب وخلال الأيام المقبلة سيتقدم بإخبار إلى نيابة العامة يتضمن أسماء المهربين أنا عندي بالوسائق وبالأرقام وبالأسماء أسماء المهربين الموجودين على الحدود اللبنانية الشرقية وعلى حدود اللبنانية الشمالية إذا أنا نيب عندي هذه الأسامة هل الأجهزة اللبنانية من أجهزة أمنية عسكرية من جيش ومخابرات وأمن دولة وأمن عام وباقي كل الأجهزة ما عنده هذه الأسامة إذا عنده الأسامة وسيكت عليها جريمة أكبر وإذا ما عندها الأسامة في كارثة وقلت كفاءة عند بعض هذه الأجهزة إنما أنا أقولكم أكتر من هك فيه كرار سياسي ما عم بيغطي هذه الأجهزة تقدر تأخذ الإجراءات المطلوبة كيف تبسهل عكار لما تأخذ القرار بتسقيق كل المعابر الغير الشرعية تسكرت بالسواتر الترابية وصار فيه فوج الحدود على الحدود اللبنانية السورية بسهل عكار تكل الباقة المنطقة من ودي خالد وصولا لبعالبك الهرمال فالتي وفالتي بطريقة عشوائية تهريب من لبنان وإلى لبنان إلى ملف كورونا وزير الصحة حمد حسن اعتبر أن الأرقام التي سجلت في الأيام الأخيرة صادمة محذرا من خطر الانزلاق إلى التفشي المجتمعي الوبائي العام من أمام المستشفى الحكومي في دير القمر وجه وزير الصحة حمد حسن نداء إلى كل المخالطين أو الذين يشعرون بأي من عوارد كورونا قائلاً الكورونا مش عيب لا تتردد بالتوجه لإجراء الفحوصات وإذراء أن أرقام كورونا التي سجلت في الأيام الماضية صادمة وتحذر من خطر التفشي المجتمعي طمأن حسن خلال زيارته منطقتين دير القمر وجزين في إطار رفع الجهوزية لمواجهة كوفيد-19 إلى أننا لسنا مهددين بأمننا الصحي العام بإذن الله أريد أن أضع إيدي على قلبي لأنه اللبناني إذا أطمنتوا يبعد فيك تلحب نحن برغم الحالات التي سجلت فريق ترصد الوضعي والطب الوقائي يتلحق هذه الحالات ويتربعها ويقدر يحدد مصدر العدوى وبالتالي طول ما نحن مصيطفين على مصدر العدوى نحن إن شاء الله مش مهددين بأمننا الصحي العام ولكن بتمنى على كل المخاضطين وعلى أي حدى عندي حسف عنده عوارة تنفسية ما يتأخر أنا عم بقول على مساحة الوطن أن يلجأ إلى أقرب مستشفى حكومي أو خاص على أن يكون حالي مشتبه بإصابة بكورونا أن أفريد البستاني من شهاته يتمنى على الوزير إعلان مستشفى دير القمر مستشفى حكومي بشكل رسمي بسبب حاجة المنطقة إليها داعيا إلى المزيد من الدعم لتجهيزه لوجستيا للاستفادة بالتالي من التجهيزات الطبية موظفو تلفزيون لبنان خضع اليوم لفحص البي سي آر بمبادرة من وزيرة الأعلام بمبادرة من وزيرة الأعلام من العبدالصمد في ضوء تفشي فيروس كورونا وبالتنصيق مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية خضع موظفو وعملو تلفزيون لبنان إلى فحص البي سي آر فقد حضر فريق طبي إلى مبنى تلفزيون حيث خضع الموظفون إلى الفحص تباعا وقد أشرفت الوزير عبدالصمد على عملية الفحصات صراحة نحن بإطار حقيقة موجة الكورونا يلي عم تشتيح البلد نحن لاحظنا أن تلفزيون لبنان بموظفينه وبالأعضاء العاملين في المصورين والريبورترز والمخرجين وغيرهم هن عم بيتعرضوا أكيد لمخاطر نتيجة تنقلهم وحتى الأشخاص الموجودين بالستوديو لأنه عم بيستقبلوا أشخاص ضيوف هنه كمان وممكن يكونوا نقلين المرض فمشان هيك طلبت من وزير الصحة بأنه يأمنوا لنا جهاز يقدر يعمل الفحوصات للأشخاص اللي أكتر عرضة وحقيا استجاب وزير الصحة لطلبنا وأمن هيدا الفريق اللي منشكره على جهوده وأيضا نشكر وزارة الشؤون الاجتماعية اللي أمنت لنا كمان الفان يلي بيقدر هو يقوم بكل هيدا الفحوصات داخليا على أمل أكيدة أنه نحن نشمل أكبر عدد من الموظفين والعاملين بالتليفزيون ليعملوا هيدا الفحص ولكن بالوقت الحالي نحن عم نقطص نظرا أكيدة لمحدودية الأعداد على الأشخاص اللي هنه أكتر عرضة للمخاطر مخاطر التعرض للجمهور فإن شاء الله تكون كل النتائج سلبية ونكون كمان على مستوى البلد نحن عم تتحسن أيضا النتائج لناحية التخلص من هيدا الوباء وحول الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بالإقفال التام لمدة أربعة أيام قالت عبدالصمد الإجراءة التي تتخذ من الحكومة بإقفال أربعة أيام هي مش أكتر إلا ضبط الأمور وإعادة تقييم النتائج وعلى ضوء مفترض لأحد بيصير فيه قرار لاحق إلى الأسبوع القادم إذا نحن نستمر بالحملة نحو التشدد أو نحو تخفيض التعبئة أو خلينا نقول تخفيض الإجراءات بالتعبئة إذا نستمر بالمرحلة التالتة أو نحن يمكن نرجع للمرحلة الأولى حسب حيثيات النتائج أو يمكن نرجع نكفي بالمرحلة الرابعة مثل ما كان مقرر بالبرنامج نتائج الفحوصات ستصدر بعد يومين على أمل أن تكون جميعها سلبية آملين السلامة للجميع تبدأ غدا المرحلة الثالثة من عودة المغتربين التي ستمتد من 14 أيار إلى 24 أيار وسيعود وفق المتوقع ما يقارب الـ 14 ألف مواطن من مختلف دول العالم وزير الخارجية نصف حد نفا ما نقل عن لسانه أثاء عقاد اللجنة الوزارية الخاصة بعودة المغتربين بأنه رفض اقتراح وزير الصحة إعادة النظر في رحلات عودة المغتربين وأكد أن الأمور جرى نقاشها وتم اتخاذها بالتوافق والإجماع ومن سلب لم يكن صحيحا نقيب الأطباء شرف أبو شرف طالب بتأجيل فتح المؤسسات الدراسية والحضنات والمطاعم والمؤسسات السياحية ودور العبادة والقيام بالحج المؤسستي في بعض مرافق الدولة فرض إجراء فحص البي سي آر مجددا على جميع العائدين في المطار ثلاثة التشدد في تطبيق الحجر الإلزامي ومتابعته من قبل الأجهزة المختصة أربعة فرض الحجر المؤسساتي في أماكن محددة من قبل الدولة أقل لمدة أسبوعين خامسا توصية بتأجيل فتح المدارس والجامعات ودور الحضانة وإعادة النظر في فتح المجمعات والمحلات التجارية والمطاعم ودور العبادة ستة وضع خطة منظمة وصحية لعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية سبعة تفعيل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لا سيما منها وزارتين الصحة والداخلية من قوى أمن ومحافظين وبلديات في مختلف المناطق لمتابعة الحجر الصحي ترجمة نانسي قنقر جولة لوزير الصناع عمات حب الله على عدد من مصانع الدواء عبر فيها عن الفخر بصناعة الأدوية اللبنانية جرعة أمل اندخها وزير الصناع عمات حب الله مؤكدا أن الدعم للبنان سيأتي من صندوق النقد ومن غيره من الجهات وإذ عبر عن فخره بإعداد الورقة الاقتصادية وإيمانه بالوصول إلى خواتم صالحة لمسألة الاقتصاد اللبناني أكد حب الله خلال تفقده مصانع الأدوية في مناطق سروان وجبيل في إطار جولاته على المناطق الصناعية أن لبنان سيتمكن من الانتقال من الاقتصاد الرائعي إلى الاقتصاد المنتج لح نقدمنا المصانع شغلي وحده إعطاء المجال أنه ترجع تبرع إعطاء المجال أنه ترجع تطلع خارج لبنان وتصدر لبرات لبنان بإنتاج لبناني برؤية لبنانية بفكر لبناني للوطن العربي وللعالم كله نحن نعطيها الأمان أنه استثماراتها لح نقدر نحميلها إياها لحن نعطيها الأمان أنه ما حيصير في سرقة للاستثمارات اللي بيحطوها العالم وكل قرش أو كل دولار أو كل ليرة بيحطوها بلبنان نحن نقول كل ليرة بيحطوها بلبنان هذه بتنتج نساء ورجال قادرين يصدروا للعالم وقادرين يشوفوا أو يعطوا البراعة اللبنانية وينما كان المحطة الأولى من جولة وزير الصناعة كانت في معامل فارملاين للأدوية في نهر إبراهيم حيث استلم درع المؤسسة من صاحب المصنع جاك صراف الوزير تفقد كذلك معمل ألغوريط في زكريت رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عرض تطورات مع رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق بأموهاب الذي أثار مع رئيس الجمهورية مواضيع تهم منطقة الجبل وأوضح وهاب أنه أثار قضية مدخل الشوف في بلدة دميت وكشف أنه أعطى للرئيس عون المعلومات المتوافرة لديه حول ملف الكهرباء أوضاع قطاع السوبرماركت والأسواق الاستهلاكية في ظل التغيير في أسعار المواد الاستهلاكية نتيجة ارتفاع السعر صرف الدولار محور بحث بين رئيس الحكومة حسان الدياب ووزير الاقتصاد راول نعمي يرافقه وفد من نقابة أصحاب السوبرماركت برئاسة نبيل فهد الذي أعرب عن التزام القطاع الأخلاقي والإنساني والاقتصادي بلقمة عيش المواطنين مع المحافظة على إمكانية تأمين المواد الغذائية الأساسية بأسعار مقبولة وأرباح مخفضة الرئيس الديابي طلع من السفير الفلسطيني أشرف دبور على أوضاع المخيمات الفلسطينية وتلقى رسالة لمناسبة شهر رمضان من الرئيس التركي راجب طيب أردوغا وفي بيت الوساط اجتمع الرئيس سعد الحريري مع المناسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عقيلة رئيس الحكومة دكتورة نوار المولوي دياب ضيفة الزميلة أنجليك مونس في برنامجها في إذاعة لبنان هي الإطلالة الأعلامية الأولى لعقيلة رئيس الحكومة السيدة نوار مولوي دياب من إذاعة لبنان وكان في استقبالها وزيرة الإعلام دكتورة منال عبدالصمد حيث جالت على استيديوهات الإذاعة ولسيما العريقة منها كاستيديو فيروز واستيديو حليم الرومي واطلعت من غريب على لمحة تاريخية عن الإذاعة واستيديوهاتها واطلعت أيضا على أرشيف مكتبة الإذاعة ثم انتقلت إلى الاستيديو المباشر للمشاركة في برنامج على الهوى السوا الذي تقدمه الزميلة أنجليك مونس بعدها اجتمعت مع وزيرة الإعلام السيدة دياب التي أعربت عن حنينها لهذا الصرح فواليدها ردوان المولوي الذي أسس الوكالة الوطنية للإعلام وعمل في الإذاعة اللبنانية تحدثت عن دورها في دعم المرأة اللبنانية وشددت على أهمية الخطة الاقتصادية داعية إلى عدم الاتكال على الخارج وتطوير الانتاج الوطني إلى أي مدى طرين اليوم بقعة الضوء في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة؟ فيه أمل أكيد إذا منتكل على حالنا ما نتكل على الخارج لأنه بتاع فيما في شيء يتقدم لك لقاء لشيء فنحنا متل ما كانوا عم يفكروا بالخطة أنه بدون يكونوا خطة تكون الشغل من قلب البلد مش ريعي نتاجي نشتغل على زراعتنا نشتغل على صناعتنا كل العمال الأجانب نستغني عنهم ونبلش كل واحد هنا هالصبايا اللي قاعدين ببيوتهم نشتغلوا هني بالمنازل ياخدوا حقوقهم نشتغل عم نشتغل بالهيئة الوطنية على أساس أنه يصيروا ضمن قانون العمل مثلا مثل أي مهنة تانية يكون عندها دمان صحي بيكون عندها ساعة عمل معينة مش ضروري تنين بالبيت عند الناس اللي عم تشتغل عندهم مثل أي وظيفة فبيصيروا بينكبوا على هيك نوع عمل وبياخدوا معاش مثل مايروح مصرياتنا 3-4 عم تطلع لبرة هيدا مثل بسيط النواتير عنك محطات البنزين شوفي هدول كلهم تكوني عم متأمني مدخول كان عم يندفع بطبيعة الحال بس هلأ صار يندفع لأهل البلد والعقلية اللبنانية ما بقت مثل قبل أنا ما بعمل هيك وبعمل هيك لأنه فعلا صار دائق نقوص الخطر وفي حاجة وتلميس جامعات عم يشتغلوا بالمطاعم ما بقت هالفكرة أنه أنا هيدا الشي ما بعمله أنا هيدا بعمله فإذا منقلوا بهالمعادلة مننا وفينا منقدر نطلع مش الوحيدين كتير دول طلعت قبلنا من أزمات أكبر بكتير السيدة دياب التي طلعت على أعمال الوكالة الوطنية تمنت الاستمرارية وعودة البريق إلى الإعلام الرسمي إلى هنا تنتهي نشاتنا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة